قصتنا الأخيرة لليوم مثيرة جداً للاهتمام فتخيل مثلاً نتحدث عن أن شخصاً مات قبل ثلاثة ألاف عام ويعود الآن في عصرنا الحالي وليس فقط يعود يتحدث أيضاً هذا ما حدث بالضبط مع الكاهن الفرعوني نيسيا مون المحنط والمتوفم منذ ثلاثة ألاف عام والذي توجد ممياؤه في متحف مدينة ليدز الإنجليزية بحثون وبريطانيون أجروا مسحاً للمجرى الصوتي لهذه الممياء المحنطة وستطاعوا بفضل اتباع ثلاثية الأبعاد صنع حنجرة مطابقة لحنجرات نيسيا مون بعد ذلك قاموا بتمرير الصوت في حنجرته المصنعة وستطاعوا من خلالها تسجيل نغمات من صوته ونشروها عبر وكالات الأنباء العالمية بعض المشاركين في هذا الإنجاز العلمي المعقد ذكروا بأن هذا الصوت يدل على آخر كلمات نيسيا مون الذي يعتقد بأنه مات اختناقاً بسبب لدغته حشرة في لسانه وفسر البعض بأن تموض حنجرته ولسانه يدل على أنه كان يتألم أو يأنه من الألم في آخر لحظات حياتها التعليقات كانت كثيرة جداً حول هذا الخبر وانقسم كثيرون بالآراء حول أهمية البحث فكتب زياد مثلاً تخيل تصرف مبلغ كبير ومشروع ياخد وقت فقط لأجل أنه تسمع حرف صوتي من شخص مات منذ 3000 سنة أما ملك فقالت 3000 سنة وما تحللت الجثة تحللاً كاملاً يعني بالراحة تتحلل قناة الصوتية دراسة مو منطقية يعني يعتبر البعض أن هذه الدراسة ليست منطقية وأيضاً أحد المستخدمين قال تب مش ممكن تكون القناة الصوتية تعرضت للالتواء بسبب طحنية الجسد وبكده حينتك صوت مغير للصوت الحقيقي إذن إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية برنامج أو حلقتنا لليوم من منصات شاركونا بقصصكم وأخباركم عبر منصاتنا الرقمية لنعود ونبقاكم يوم غد بنفس التوقيت إلى اللقاء